اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحيتي لكل الشرفاء داخل الجزائر وخارجها تحيتي لكل الشرفاء في ليبيا والاخوة الموجودين في الخارج تحيتي لكل الاحرار في العالم بكل اللغات وبكل اللهجات حبيت باش ندير تسجيل ونعلن على الموقف انتاعي كمواطن جزائري وكمتابع لما يجري في الوطن العربي حول الافراج على سيف الاسلام القذافي في ليبيا كيفاش انا نقرأ الافراج انتاعه ونعلن على الموقف انتاعي في هذه المسألة العبد الضعيف كنت منذ البداية يعني لما تفجرت الاوضاع في ليبيا لم اكن من الناس هذوك اللي راحوا مشاوا مع طرف ضد طرف ولو اني كنت منذ البداية اخذت موقف من هذك الحراك قلت من انه فيه جهات اجنبية تدخلت وكان فيه حلف الناطو يعني تدخل واضح ولكن ما كنتش من نوع ذاك اللي كان يساند كما نقوله جهة ضد جهة كنت ما اخذ موقف من العملاء كنت اخذته منذ البداية ولا زلت ماخذ نفس الموقف من العملاء سواء في ليبيا او في جهات واحد اخرى ولكن كنت انفرق بين المطالب انتاع الشعب المشروعة سواء في ليبيا والله في تونس والله في سوريا والله في اي دولة من الدول اللي مسها هذك الحراك انفرق بين المطالب المشروعة وبين الجهات اللي كانت تخدم اما بالجهل انتاحا او كانت يعني تتعامل مع جهات اجنبية من اجل للوصول الى الحكم وكنت عارف من انه هذك خطر كبير والمساس بالجيش راه رايح يؤدي الى فوضى عارمة وكنت حذرت عدة مرات من الشي اللي حصل في العراق راكم شفته كيفاش لما انحل الجيش العراقي شفته من الذي حدث في العراق ولا زال الي اليوم وكنت دائما حذر من المساس بالجيش كنت دائما ادعو الى الوحدة انتعى الجيش ولو انه يعني ننتقد مرة على مرة الفساد وننتقد مرة القيادة الخائنة والعميلة ما زالني في نفس الموقف لكن كنت دائما انفرق بين المطالب المشروعة وكنت انفرق بين هذا الناس اللي تدعم فيهم جهات بالنسبة لي هذا المسألة في ليبيا هي فتنة من الفتن اللي راها موجودة في سوريا او موجودة في اليمن وموجودة في دول واحدة اخرى وكجزائري كنا عشنا هذا الفتنة في الجزائر وكنت عندنا تجربة في هذا المسألة اذن ما كنتش من النوع هذك اللي كان يعني كل المداخلة انتعى الى ليبيا او الى سوريا او كذا ما كنتش من النوع هذك اللي هو يدخل في شؤون انتعى الدول كما كنت من النوع اللي ميل للعمل الاصلاحي منذ البداية والموقف انتعى يراها منشورة ومسجلة قبل ما يظهر هذا ما يسمى بالربيع العربي اللي سميته منذ البداية بشهيلة العربي اعتبر الافراج انتعى سيف الاسلام القذافي في ليبيا هو فال تأخير خاصة هو انه صادف يعني رمضان اعتبره كفال تأخير لما يحمله من دلالات مختلفة اولا هذا سيف الاسلام القذافي هو ابن معمر القذافي اللي كان حاكم ليبيا بالتالي على دراية بمجموع من الملفات ايضا هذا سيف الاسلام القذافي كان يميل للعمل الاصلاحي قبل ما يتفجر هذا ما يسمى بالربيع العربي يعني موش تاكتيك ولا قلدار وهو على جلبش وهو يفلط هذاك الحراك كان منذ البداية كان يميل للتغيير ويميل للاصلاح في ليبيا بالاضافة الى انه كانت عنده علاقة مع الاسلاميين يعني مثل هذاك الصلابي ومثل هذاك اللي كان يقود تنظيم مسلح كانت عنده علاقة بهم وكانت تحاور معهم سواء في السجون ولا خارج السجون بالاضافة الى انه عنده علاقات يعني في الخارج وكان منذ البداية كان حذر بالانفلات اللي راه وراه هي يحدث والتسجيلات انتعوا وراها ممشورة ولعل منكم راه من اسمحها والشي اللي قالوا تقريبا كله احدث بالتالي كان عنده بعد انتع نظر وكان عنده استشراف لما سيحدث في ليبيا خاصة انه وانه وراه كان في الحكم ولو انه الاب انتعه هو اللي راه كان كان الحاكم في ليبيا لكن كنت عنده علاقة بالملفات وكانت عنده معرفة بكثير من الاشياء اللي تدور في ليبيا كون هو انه ابن ليبيا وعنده علاقات بالتالي من رأيي ان نوسف الاسلام القذافي مع الذي حصل في ليبيا من تقتيل ومن تفجير ومن استباحة للدماء والاملاك والاعراض من رأيي هو ان نوسف الاسلام قادر يساهم في تجفيف انتع الدماء وقدر يساهم في حل توافقي قادر يساهم في حل ليعيد اللحمة في ليبيا فقط يجب التفريق بين الوضع في ليبيا والوضع في الجزائر انا من رأيي هو انه سيف الاسلام القذافي يستطيع من خلال المكانة اللي يتمتع بها عند كثير من الليبيين يكذب عليك كاذب اللي يقول لك باللي سيف الاسلام القذافي في ليبيا ما عندوش انصار وما عندوش اتباع كين حتى من الناس المعارضين وانا شخصيا التقيت بناس هنا في فرنسا من طالبة والله العظيم غير منهم اللي صار يحن للوضع في ليبيا وصار يحن الايام اتباع القذافي وهذا الكلام اللي اراني نقول فيه ما رانيش قال زي ما راني نخمن فيه راني نحكي لكم فيه سمعتوا بوذنية كثير من الاخوة اللي راه موجودين الان في الشتات راهم لاجئين في اوطان مختلفة بعد ما كانوا امينين مستقرين في ليبيا وكانوا لبس عليهم خطر عليه هذ الناس اللي هما تقدموا للصفوف انت تغيير ما همش في المستوى لا عندهم دراية بالملفات ولا عندهم معرفة ولا عندهم تجربة ولا عندهم كذا بالاضافة الى انه منهم اللي سيطرت عليه العروشية منهم اللي سيطرت عليه الاناء منهم اللي كانت تتحكم فيه الاهواء الى غير ذلك وعملوا ما عملوا يعني صارت الناس واللي تتقارن في روحها بالوضع اللي كانت فيه للوضع اللي راه عايشته الان كانت فيه مستشفيات كانت فيه فنادقة كانت فيه اعمال كانت فيه عملة صعبة كانوا اللي بيين نبس عليهم يعني في الغالب انتهم ولو انه كان الحيف وكان الظلم وكان كذا ولكن مع ذلك مقارنة بالوضع اللي الان راه معايشينه صاروا والله يحنوا للوضع اللي كانوا فيه بالتالي ذرك هذا الخروج هذا انتعسي في الاسلام القذافي في الوقت الحالي انا اعتبره في الخير طبيعة الحال كي الناس اللي هم راه مريحين يقرنوه بالتحول هذا اللي راه جاري في الخارج العربي ومن تهديدة هذه اللي راهها ضد قطر وكذا ويربطوه بالوصل رئيس الفرنسي هذا ماكرو للحكم واسمه هذا كترمب في امريكا المهم هو انه راه راح يساهم في الاستقرار في ليبيا اذا كان هذا خروج انتعسي في الاسلام القذافي راه رايح هو يساهم في اعادة الاستقرار في ليبيا والوحدة في ليبيا والليبيين راه مراضيين به كاش واحد راه رايح يكون هو اكثر من الليبيين الليبيين ومن اللي راه مراضيين في النهاية قروا المصير تاهم واعتقد من انه راه منهم اللي راه تعلم من هذه الفتنة اللي عشتها ليبيا وراهو اخذ الدروس نفس الشي راهو واقع في دول واحد اخرى وكالسوريين اللي راهو مدرك في الشتات كاش واحد راهو يتعذب معهم هم اللي راهو اضرب الامر تاهم ونفس الشي بالنسبة للجزائريين لما كانوا الجزائريين يتعذبوا كاش واحده بقى معهم الان درك راهو من الناس درك اللي راهو في ليبيا وراهو متعلموا من هذه الفتنة اللي راهوها جرات في ليبيا وراهو دفعوا ثمن باهظ بالتالي ليس من حق اي واحد يجيه ويتشكر عليهم والله يجيه ويتكسل عليهم والله يقدع عليهم انا من رأيي كجزائري وكمتابع قلت ونعود انكرر من انه ما كنتش من النوع ذاك اللي هو يعني يساهم في صب البنزين على النار كيفما كانوا يفعلوا البعض ويشعلوا في الناران ويتفاخروا بالقتل ويتفاخروا بالتحطي من تاع الجيش الليبي ما كنتش من نوع ذاك كان غايظني الحال لما كان يجري في ليبيا وافرح لما تنقذ نفس بشرية في ليبيا ولا في اي دولة واحدة اخرى ومن نوع اللي ادعو للمصالحة كنت ندعي لها قبل ما يظهر هذا ما يسمى بالربيع العربي اللي سميته منذ البداية بشهره العربي ولازلت ادعو للمصالحة سواء في الجزائر او في ليبيا او في تونس او في مصر او في اي دولة واحدة اخرى وكما قلت ونعود انكر انا افرق بين المطالب المشروعة وبين هذا الظلمة والعوتات والاستئصاليين وهذا سيف الاسلام القذافي ما لازمش الانسان يقارنه بشخصيات واحدة اخرى في الدول واحدة اخرى هو كان قبل ما يحصل هذك الحراك في ليبيا وتدخل القوة التاحل في الناطو كان هو من الداعين للاصلاح بالتالي هو استبق هذا ما جرى وكان يدعو لتغياء بطبيعة الحال فيما بعد لما دخلت اطراف دولية وحصل الذي حصل هو كان من الناس اللي مستهم الموجه هذك وراه ودفع بالثمن راهم قتلوا له بابا قتلوا له اخوه راحت الاملك انتاحهم راحت كثير من الامور واطلب اذا كان فيه اخواهك من ليبيا راهم يتبعوا تسجيل سواء من الاعلاميين ولا مش شخصيات هذو اللي راهم يتبعوه ما يجري اطلب منهم هو انه تكون هناك مصالحة حقيقية وهو انه تمشي يعني خطوة خطوة ما لازمش الانسان يروح مباشرة يبدأ في الحساب ويبدأ في العقاب ويبدأ في كذا لازم مرحلة انتقالية وتروحوا واحدة واحدة وما لازمش تكون هناك تصفي انتا حسابات يعني اذا كان فيه يعني كما نقوله محاكمات والله تكون فقط من اجل علاج البش ما تعودش تكرر نفس الفتنة في ليبيا لكن فيما بعد لابد هو انه يكون هناك عفو والعفو يكون كنتيجة انا راني درت كتاب هذا عن المصالحة الجزائرية راه منشور في الانترنت بامكانكم هو انه تستفادوا من بعض الافكار اللي راه موجودة فيه اتمنى من كل اعمى قلبي هو ان تهنأ ليبيا وهو انه يتوقف هذا المسلسل انتع الدماء والدموع وانتع الجراح اتمنى من كل قلبي هو انه الاخوة اللي راه موجودين في الشاتات بره في الخارج سواء في فرنسا ولا في بريطانيا ولا في اي نقطة في العالم هو انه يعودوا ليبيا هو انه تفرح ليبيا ولما لا هو انه ان شاء الله نلتقي يوم في ليبيا وليبيا فرحانا انا مني طلب ود حتى انت واحد هذا موقف انتاعي موقف ثابت وموقف مبدائي انا نمشي مع المصالحة ونفرح لما تنقذ الانفس البشرية سواء في سوريا او في ليبيا او في مصر او في تونس او في اي نقطة من العالم انا من نوع اللي يمشي في الاتجاه انتاعي الاصلاح حتى اذا كان مرات الانسان هو انه يخطأ سبحانه من لا يخطأ ارانا كلنا معراضين الخطأ ودائما انا في الشعارة التاعي دائما نقول انا لما يتعلق الامر بالجزائر دائما نقول بانه الجزائر اخطأ في هالجميع يعني كلنا ارانا نخطأ مكيش الانسان اللي ما يخطأ شفوق هذه الارض اذا الموقف انتاعي انا فيما يتعلق بسيف الاسلام القذافي انا اثمن هذا الموقف هذا وادعو الى المزيد ادعو الاخوة في ليبيا هو انه ينظروا بنظر انتاع المصلح انتاع ليبيا ومصلح انتاع الاجيل اللي راهها جاية لانه اذا كان تربات الناس على الحقد وتربات الناس على الدماء راهها لمستقبل ليبيا لابد ان الناس تفكر في المستقبل وهو ان الضمد الجراح هو انه تمشي واحدة واحدة حتى باش الناس تخرج من هذا النفق هذا واذا كان فيها عدل فيما بعد راكم تعرفوا راكم مسلمين في الاغلبية انتاعكم ولا يجري منكم شنآن وقوم على ان لا تعدلوا اعدلوا اقربوا للتقوى هذه كلمتي باختصار ان اصبت فمن الله وان اخطأت فمن نفسي ومن الشيطان صحة الفطوركم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته